قصة اليوم قصة جن مختلفة والقصة حدثت وياي شخصيا اذا حاب تسمع تفاصيلها تابع الفيديو هذا وراح تفهم احد القصص من الجن من حدثت وياي مرحبا شباب اتمنى تكونوا بخير لكن قبل لا ابدأ بالقصة نذكروا لي الله يا جماعة الخير وصلوا لي على الحبيب المصطفى ويلا نبدأ بقصتنا اليوم القصة حثت وياي شخصيا اعيش بتركيا باستنبول كنت مستعجر شقة الغاية ما صاحب الشقة ارادها وقال لازم تفرغ ليها خلال شهرا خلال شهرا اصلا ينتهي العقد ماتي ودورت شقة واخذت شقة بمجمع سكني المجمع السكني المفروض تكون الى باب وحدة ودخولية وحدة فقط لكن هذا المجمع كان مجمع اول شي قيد الانشاء وثاني شي عليها ضرائب كبيرة من الدولة وصاحبه ما قدر يكمله يعني بعده عن نص واللي يجبرني انه استعجر شقة طب هذا المجمع هو السعر الرخيص وبره ما كان هناك باب يعني مثلا لما تدخل ولما تطلع مثل مجمعات كان منطقة لكن بيها سور لا اكثر ولا اقل والبنايات نصها جوه قيد الانشاء وبعده مو كامل لكن العمل متوقف بيها ونص البنايات اللي موجودة حتى الكهرباء مالتها مو كهرباء رسمية لكن صاحب البناية منسق ومرتب ويد دولة تنطي كهرباء المهم رحت على الشقة وشفتها وشارت شبيرة بيها غرفتين وبيها صالة شبيرة جدا ومرتبة فجبت اثاث وقعدت بيها قعدت بيها تقريبا خمس ايام والوضعية طبيعية وشنت اطلع للشغل وارجع بالليل تعبون جدا يا دوب اقدر يعني اصفح شوي بالتليفون ووراها انام ذاك الوقت لا كان عندي يوتيوب ولا ايشي لكن شنت اقضي وقتي علي وشنت دائما احب يعني التكنولوجيا واحب انو الانظمة وغيرها يعني شنت اضيع وقتي بايام العطل على انترنت المهم صارت اشياء وياي بهاي الشقة جنت اضيق اشياء او افقدها احيانا جاي اسوي اكل الي مثلا والسكينة واحدة تغتفي من يم اناظر يمين ويسار وانا جنت بتأكد انو شايلها بايدي ووراها مثلا اروح للصالة القاها موجودة محطوطة على الكنبة او الشاحن والتليفون اللي ما اشيله من يم راسي هقوم ادور علي بالليل القاها مثلا يم الباب مع البالكونة محطوط بنقطة الكهرباء المهم فاستمرت عندي هاي الاشياء لغاية ما اني قلت لا احتمال اني يعني بالي مو يم هاي الاشياء حتى قمت اشعر بالخوف وشنت دائما اشغل القرآن بالشقة حتى يوم من الايام لمحت شخص واقف يعني بالباب باحد البوب اللي جوه شفت شخص واقف وشان شكله ما عرف الشوانه بس سواد وشنت متأكد منه مية بالمية شعرت بالخوف وارتعبت بس بيا ميزة من وانا لما اشوف بيش موقف ما انهزم من عنده بالعكس اروح علي واشوف فشنت خايف ومرعوب وراحت ناظرة ما لقيت احد من كتر الاحداث اللي صارت ويايا من فقدان للغراض من اشوف خيالات او نوبات اسمع صوت بالحمام واروح وقل لا احتمال هذا الحمام ما نتجي لان لان اغلب الشقق هناك صايرة يعني وحدة فوق وحدة وتسمع يعني انت الناس اذا واحد دخل دورة مياه او تكلم بصوت مرتفع او شغل اغاني تسمع فقلت لا احتمال يعني مو بالحمام اكو شي في يوم من الايام نظفت الشقة مالتي يعني وانا شنت دائما اننظف لكن هالمرة كانت تنظيف قوي يعني حتى الغراض سحبتها ومسحت الوراها فاجيت على الصالة اللي اني اقعد بيها كانت عندي كنبة ما اقعد بيها صايرة يعني بالاخير عايفة لان الصالة كانت على شكل طوالي المهم رحت وسحبت الكنبة فاجئت بوجود سواد بالارض وهذا السواد صاير مثل الرمل ولونه اسود حتى يعني شلت بيدي واشتميتها ما كانت باي ريحة ولا ايشي لكن شل اللي خلاه ما احفو بنفس الوقت كانت كميته كبيرة قلت احتمال يعني عندي دود وحفر لكن انا ساكن بالطابق الثامن واي دود هذا اللي يصعت فوق اغلب الناس تاخذ لي فوق في سبيل تتفادى الحشرات والافاعي واني يعني شقتي بعيدة بالطابق الثامن فهذا مستحيل يكون دود المهم ما عارت اهمين الموضوع زيادة ونظفته كله ورميته برة ونظفت الشقة وهسته واني قعدت حتى استراح رن التلفون ماتي وهذا صديقي اسمه محمود وقال لي وينك انت قلت لاني بالبيد قال تعال انا قاعد بالمقهى الفلانية مباشرة بدلت وطلعت رهت علي المقهى وقاعدنا واني اصلا يعني ما بخلي الموضوع بالي محمود قال لي شنو رأيك نسوي لنا رحلة شو تقول انت قلت له تمام نطلع المهم قال رح نطلعاني وفلان المهم كان عددنا ستة قلت له تمام ما عندي اي مشكلة لكن انا اريد اجازة يعني اخذ اجازة يلا بذاك الوقت قاله والرحلة هاي رح نظل بيها اربعة عشر يوم اربعة عشر يوم رح نروح الغابة وهاي الغابة بيها بيوت خشب تقدر انت تقعد بيها وتاخذ اكل وميهم اش كم يوم تريد الظل عادي ماكو اي شكال المهم رحت الصاحب العمل وقلت له اريد اجازة قال لي مرفوضة الاجازة وذا اضغيب يوم اقطع من عندك قلت له بس انا ما جايك حل اجازة يوم انا اريد اجازة اربعة عشر يوم المهم قام يصرخ ويصيح وهي هاي حالت الاتراك فتعارك تاني وياه ودخلوا بين اثناء الشباب اللي يشتغلون وبعدها طلعت حتى بذاك الوقت اكل حقي وما نطاني مال الايام اللي اشتغلت المهم تركته وطلعت لان كان الشغل اول شي قاسي وثاني شي ما ينطون اجاز ابد المهم رحت للغابة وقعدنا اول يوم والثاني وچنا مهيئين كل شي والغابة كانت غابة يعني نموذجية نوعا ما حتى مكان خاص للشو يعني ما يصيب تشوي باي مكان والشرطة يفترون بيها 24 ساعة كل ما يشوفون احد يشعل نار كذا يجون عني ويتأكدون انه هو يشعل من المكان المخصص يخافون من الحراق وتقريبا ضللنا بيها عشرة ايام كانت يعني ببداية الشتاء ما كانت تمطر وكذا والجو يصير بارد لا جو لطيف وجميل المهم بذاك الوقت يمكن كملنا 11 يوم ما اذكر يعني بالمضبوط الايام اللي قضينا هناك لكن ما قضينا الوقت المقرر ورجعنا كل واحد البيت ورجعنا اذكر المغرب دخلت للبيت ماتي او الشقة وتفاجأت بمنظر مطبيعي والمنظر كان عبارة عن اشياء مهوسة وكانت عندي كتب اقراها والكتب عادية يعني كتب تحكي على الفلسفة وكتب مشعراء وغيرها كتب حادية يعني لا بيها جن ولا بيها اي شي المهم لقيت الكتب هاي مشققة ومنثورة على العرض شن اللي حدث بالشقة شن اللي حصل ما احرف دورت شي مسروق من الشقة ومع العلم ما عندي فت شي ينسرق لقيت كل شي بمكانه حتى اللابتوب اللي موجود عندي بعده يعني لو داخل احد للشقة كان سرق وطلع على الاقل المهم قعدت شوية افكر بالموضوع الغاية ما حسيت بقشعريرة مطبيعية فاني نوباعت اترك الباب ما لبالكون مفتوحة خاصة لما ادخل هستوني لانا انقل بيت بي يعني حرارة مطبيعية في سبيل بس يتهوى وبعدها اقوم اسد بهذا اليوم شدت ناسي ما فاتحها المهم افتريت وراي وكانت يعني دنيا الليل لكن ضوما البالكون بنشتعل لقيت احد واقف بالبالكون وظليت يعني من دار واناظر علي كان بشر لكن بدون ملامح يعني هيكل مع البشر وواقف هذا الشي ارعبني والقشعريرة زايدة بجسمي بديت يعني واقف وسووا هاي الحركة واناظر به معقوله هذا الشي اللي جاي اشوفه انا حقيقي يوم اللي رحت وتقدمت مثل اللي اختفه وتلاشه فتحت الباب ما البالكون ما لقيت احد وكانت عندي مرة جيراني تسكن فوقاي وهاي المرة تسكن هي ورجلها ورجلها اغلب الوقت بالشغل وكانت مرة تشبيرة بالعمر يعني عمرها عبر الخمسين تقريبا كانت تحبني وصيح لي علي ودائما تساعدني تقول لي انت تشبه ابني واي شي احتاجة تجيب لي وكانت هي مسؤولة على المخزن اللي موجود بالبناء يعني يعني نوبات احتاج في الشغلة مباشرة تروح وتجيب لي اياها المهم فلما نصحت علي علي بذاك الوقت جفلت وحترات قلبي يوقف فاجيت وباوعت عليها وكلمتها قلت لها نعم تفضلي محتاج شي قلت لي ما محتاج اي شي بس لسه ومثل كل ليلة ترى انت كل ليلة جاة تزعجني وتعوف وبنفس الوقت كانت هاي كارثة وصدمة ليا لكن الكارثة وصدمة مو المرة انه شكت من الصوت ولا انه اقصت بشقتي انه حتى تلفزيون ما عندي يعني هذا الصوت منين جاي يجي المهم قاعدت افكر بالموضوع اقلبها يمنى يسرى اريد اهون على نفسي اريد اقول انه هاي الشقة ما موجود بها جين تأكدت مية بالمية ان هم جن والاشياء اللي جاي اشوفها والاشياء اللي جاي اسمعها هاي اشياء حقيقية المهم ثاني يوم طلعت الصبح وتلاقيت عانوا ياها عالدرج فقلت لي اشكرك وهاي الليلة يعني ماكو صوت وكذاب وهاي الليلة عاني بالذات ظليت مشغل القرآن للصبح ومع العلم جلت اصلي واسمع قرآن بشقتي لكن هاي الامور اللي جاي تحدث خارج عن سيطرتي وما عرف بيها المهم فوراها تقريبا بعدة ايام حصلت شغل عد واحد وصديقي يعني هو والشغل هذا بشركة تابعة لسياحة والسفر وتأجير عقارات يعني بيها هواي فروع وانا كنت اشتغل بيها فاطلع براحتي بحكم انه صاحب العمل ابني يصير صديقي ما كان يعني علي ضغط مستمر المهم فتعرفت على عوائل هواي في يوم من الايام رحت حتى استلم بيت من احد يعني الشركة موارتنا كانت اجرى بيت الواحد ولازم هوني اروح استلمه خاف بي شي صاير حتى انطي خبر للشركة حتى ياخذون غرامة من عندنا كل بيت اجرى هناك تاخذ مقدمة للغراض اللي هو قاعد بيه يعني مثلا ياخذون ما عندك تأمينات مثلا التلفزيون انكسر حايت صار بي حاجة كده ما يرجعوا لك التأمين اللي ياخذه فرحت في سبيل اتشيك الشقة لقيت شباب اتلاثة المهم لقيتهم مختربين وصارهم فترة هنا وعدهم كلب صغير والكلب هذا الصغير طبعا اخير شي اشتريته من عندهم وصار اليه الكلب كان صغير وبذاك الوقت ما كان بنيتي انه انا اربي كلب ابد مع العلم انا محب للحيوانات يعني القطط والكلاب المهم فاني قلت لهم هذا الكلب شنو كده قالوا احنا راح ناخذه ونبيعه ومعرف شنو اليوم لازم نسلم الشقة انتهى العقد مانه وكده قلت لهم اشتريدوا هذا الكلب قالوا بحلقة سعر قلت لهم سعره غالي المهم وهذا الكلب لما اقول لكم صغير كان عمره تقريبا 15 الى 20 يوم يعني بعد حال صغير معرف منين جايبي الصراحة انقهرت علي احتمال يشمروه بالشارع لان حتى شكله ما كان واضح ومبين انه هو كلب من ذن الكلاب الزينة او الكلاب الراقي مبين كلب شوارع وصغير المهم توصلت انا وياهم على سعر واخدته وياه كانت فرحان جدا بي وسميته زيكو وبنفس الوقت كانت انادي صديق الغربة لان ما شنت احب الصداقات والعلاقات الكثيرة يعني مو احب ان اواني يومية اطلع وياه صديق وامشي وكذا لا مو احب هالشي اوكي عندي اصدقاء عندي كذا بين فترة وفترة نتواصل ايه بس مواني يومية وبشكل دائم لا هذا الشي ما يصير عدي ومستحيل المهم فقمت اقضى وقتي وهذا الكلب واول ليلة عدت والثاني المهم يمكن شهر ظل عندي وكبر حجمه وبين وصار كله شعر ولونه بني وشكله جميل ويدرب بسرعة وذكي الى ابعد الحدود المهم فرحت عليها ايجارة الفوق وطلبت منها عدة ادوات وسويت الى بيت لونه اسود بالبالكونة والبيت هذا اللي سويته بالبالكونة بيت شبير وفرشت له بيه فراج جوه ورتبته في سبيل لا يدخل للبيت لاناني اصلي فهذا الكلب قمت يعني اعطى العوية للعصرية ذا ما عندي شغل كذا المهم وكان بالليل بكل ليلة انا نايم به على الساعة ثانتين يقوم يعوي الغريب انه العواء مات كأنه احد جاي يضربه ما يعوي بصورة عادية وطبيعية حتى اقعد من نومي وحس انه هو جاي يتألم ولما اروح القاه طالعه من البيت ماته وواقف ويناظر بيه اول ما افتح الباب يدخل يرقض لي جوه ويدخل باحد الغرف واشوف الشون يرتجف ومرعوب فشنت يعني اناظر بيه واقول شن السبب وليش شيت وليش كذا المهم قمت يعني اخليه جوه احيانا اطلعه برا كذا فتجي ايام يعني اني ما موجود بالبيت بكثرة اخذه ويايا في يوم من الايام اجيت وتشنت تعبان جدا تعب مو طبيعي فمباشرة اندخلت للغرفة حتى انام وطلعت برا ظلي عوي وهاني ما اسمع بيه فاللي صار هنا اتصل الجوال ماتي وقعدني ناظرة لقيت صديقي جايس اني على شغله وقيت له مو وقت هواني نايم المهم طلب من عندي شغله وقيت له ما اعرف بيه وسد التليفون وسمعته يعوي كأنه احد يضربه الصراحة ضجت من عندي لان بدل الموضوع يصير زيادة عن اللزوم طلعت برا صرخت عليه وصيحت وهو كون يعرف بيه يعني من اصيح عليه يعرف انه وانع الصبت فيسكت المهم دخلت لي جوه وفتحت الجوال ماتي وجاي قلب رجع يعوي لكن بصوت ناسه وبعدها اشتد العواء ماتي قمت اركض عليه في سبيل ادخل لي جوه لان خلص يعني راح يسوي لي مشكلة بالبناية كلها فاللي صار هنا بعدني ما واصل الباب انفتحت الباب وحد او دخل يركض ومن سابع المستحيلات يقدر يفتحها لان الباب كانت يدتها عالية وهو كلب صغير من كلاب الزينة يعني مستحيل يقدر يفتحها ولو افترضنا يعني انه هو قدر يصعد ويفتح الباب او يقفز ويفتحها ما راح يقدر لان اليده مع الباب قوية ويرادلها ضغط فالموضوع ما الى غير تفسير واحد انه البيت مسكون بالجن المهم قمت ادخل لي جوه في سبيل ادفادة وقامت الزود الحالة يعني اذا عفت وحده بالصالة نفس الشي يبدي يصرخ كأنه طفل جاي ينضرب وبعدها اجيبه يمي بالغرفة يروح حتى كنت اشغل القرآن والوضعية تهدئ بالبيت المهم في بداية الموضوع مع الكورونا العمل عندي يعني بهاي الشركة خاف جدا وقامت الناس ما تطلع وتروح السياحة واحنا كان شغلنا على السياح دائما نأجر المهم في صاحب العمل قال خلص يعني ما نحتاج احد بعد والمهم لما يصير شغل راح اني اخابركم ونرجع مرة ثاني فقعدت بالبيت فترة ففرقت نفسي الى وبديت ادربه وقمت اطلع يعني مقاطع واستعين بناس مع العلمان يعرف ادرب دربت هذا الكلب تدريب كامل اقعد يقعد يقوم وقف يوقف حتى دربت انه ذا يجي احد مثلا يدفعني مباشرة ان هو يقوم ينبح ويريد يعظه مع العلم هو شكله جدا صغير يعني تحبه بس يشوفه يعني مو كلب مثلا شرس او شيء المهم فصار لما يمشوا ويشوف كلب يبدي يهجم عليه حتى الاتراك نفسهم او الناس العرب يقولولي شلون هيش كلب مالزينه ويدافع عن صاحبه قلت لهم معلي هو كله كلب اذا كان كبير ولا صغير ولا مالزينه فتكون عنده غريزة انه هو يهجب لا اكثر ولا اقل بس اذا انت هدئت على كلب اكبر منه اكيد ذاك الكلب الاكبر منه راح يأذيه وكان يطلع وياي بشكل يومي المهم فصار قوي اتغيرت الحالة من انه هو كان يطلع صوت غريب ويبجي بالليل او مو اعرف شون صوت انه جاي ينضرب ع بالك الى صوت يعني يكشر نيابه ويبدي ينبح والنباح مات كأنه يريد يهجم على احد فباحد الايام زاد الموضوع عن حده وبدأ ينبح ينبح جلت اعاقبه بالحمام كان عندي حماميا بهاي الشقة حمام كبير وبيه يعني توالية وتوالية ثاني واحدة من فرد جلت ما استخدمه فتحت الباب ورميت اجود وقلت له راح اعوفك وهو يعرف هذا المكان يتعاقب به المهم فظليتاني نايم وهو سكت عرفت انه خلص هو عرف نفسه متعاقب فما راح يسوي شي واني ورا ساعة كذا قم افتح الباب سمعته ينبح وزاد نباحه والمكان بهذا التوالية كان صدى وعالي الغاية ما حسيت انه هو جاي يردم نفسه بالباب يعني ضرب قوي الكلب ماتي ما يسوي هاي الافعال وقلت لكم اصغير يوم اللي رحت وفتحت الباب عليا طلع يركض وخايف من شدة الخوف حتى تبول بالممر شلت احس انه هو شقد مرعوب ولحد الان ما جاي اعرف شل اللي جاي يحدث بالبيت لما انشفت هيتشي انقهرت عليا فمباشرة انا قمت وخليت يمي بالغرفة ظلت يومية اخلي يمي بالغرفة ويومية يعني جنت لما اصلي هاي عقليتي ادعى الرب العالمين وقل لي يا رب انه انا ما بل يد حيله وكذا بعد هو تعلم علي ما راح اقدر مثلا اشمرة بالشارع او كذا المهم يعني ما اقدر انه انطيل احد والغريب بالامور لما جنت اصلي نهائيا ما يتقرب علي ويظل بعيد والمكان اللي اصلي بي كان عندي يعني غرفة ثانية تاركها جنت انا اصلي بيها وهي الغرفة ما اخلي يفوت بيها ابت الغريب جنت بس ادخل حدود هاي الغرفة مباشرة هو يرجع وما يدخل وراي نهائيا المهم فشانت الاصوات عندي موجودة بالبيت وشنت دائما اشغل القرآن دائما اصير عدي امور غريبة وطول هاي الفترة الاشياء ما قطعت يعني اي الشي يختفي من قدامي مرة واحدة والقاب مكان ثاني الغاية ما يوم من الايام كانت نايم وغفيان شلت احس انه احد يلعب برجدي وان عبالي زيكو اللي هو الكلب فمباشرة فتحت عيوني وما لقيت احد واتفاجأت انه حتى زيكو ما موجود مو عرف وين رايح طلعت اتمشى على كيفي لقيت واقف بالباب مال البالكونة ويناظر على الزجاج وينبح مديت ايدي عبوه وشغلت ولقيت واحد لابس اسود وحتى وجهه اسود من سواده ما شفت غير بس عيونه لان كان لونه داكن وزيكو لما نشاف الوضعية هيك بده ينبح ويريد يهجم على الباب وهذا اختفى طبعا القصة ما خصت والقصة طويلة جدا بهذا البيت لان هذا البيت ظليت قاعد بيه هاني تقريبا اربع سنوات ثلاث سنوات ونص بها الحدود وحتى قدرت اتخلص من الجن اللي كان موجود بيه وصار عدة مواقف بيه بعد ما تخلصت من الجن الموجود بهذا البيت القصة طويلة وما حبيت اسردها كلها واني ما حاجهوا يعني عن نفسي وكذا قصص المهم اذا شفت هذا الفيديو وصل عدد من اللايكات كبير جدا وما رح اخلي رقم فانا راح اقوم انشرككم قصص حثة وياي شخصيا واذا انت حاب تشوفني بشكر يومي تشترك لي بالقناة وتفعلي زر الجرس وتنتظرني غدا بقصة جديدة ان شاء الله